السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الكرام في الفيديو السابق احنا فرجناك تطبيق للعرض شاشة عرض نستعمله لكاشف المعادن وهذا التطبيق سألتوني انتم في التعليقات شو هي دائرة الحماية للهاتف قبل لا نستخدم هذا تطبيق خلفة جيكو والاشي تجرب بسيطة خفيفة عن تطبيق زي المرة الماضية شوفوا معنا كيف استخدمنا التطبيق شو بيعمل التليفون يعني الهاتف بظهر الاشارة بشكل واضح خلينا نقرب على الهاتف شوية اكثر وخلينا اطف الضوء سريع هيك بس تجربه سريع عشان اترجيكو الفرق لانه الضوء هاكس عنا يعني هنا هاي شاشة الهاتف لما بقترب المعدن طلعوك شو هو الاشارة كل ما زاد اقتراب المعدن كل ما الاشارة ورحت طبعا في اكثر من تطبيق بتلاقوه ورح احكيركم اسم التطبيق اللي بخدمناه المرة هاي اخواني الكرام خليني الان احكي لكم شوي ان الدائرة الدائرة هاي استعملناها كثير احنا دائرة اللي هي الكاشف الكافي نفسها وهي دائرة اعتقد انها ممتازة جدا لكاشف عن المعادن وهادية جدا ومستقرة اذا لثينا عليها على الملفات الكربون طبعا انا لاف هون الكربون على الملف الكبير هاي الدائرة تكون من 6 ترانزستورات فقط مرسلين على ملفين ملف صغير بجهاز التحكم يتم وضعه والملف الكبير وبعدها عمليات يعني بعد المرسلين عمليات التكبير اربع عمليات تكبير حتى تظهر الاشارة كنا نستعملها زمان على السماعة فقط واللد الان استعملناها ايضا مع هذا التطبيق طبعا هذا التطبيق بحكي لكم اخواني ممكن فيه اكثر من تطبيق بنستعمله وبيجيب يعني اشارة كويسة وبيجيب معنا يعني ما رح احكي لكم ان تطبيق معين انا اي تطبيق للكشف عن ترددات الصوت رح ينفع معنا اخواني الكرام خليني افرجيك تطبيق اخر ايضا للكشف عن ترددات الصوت الحقيقة هذا التطبيق ايضا ممتاز يعني مع اقتراب المعدن بتغير الاشارة بشكل كبير جدا خليني بس افرجيكو دائرة الحماية من ايش مكونا خلينيها في الكهرباء خليكم معي لحظة بلحظة اخواني الكرام انا طبعا بستخدم اه اللي عنا المحول 12 فولت واي بطارية 12 فولت اخرى يمشي حالها طبعا انا اه رابط الموضوع يعني بشكل بداي جدا اه الربط اه على الموجب هنا السماعات خليني افصل السماعات بس وبفرجيكو اه المايك طبعا انا اخواني الكرام حقيقة انا بشتغل الدائرة كثير ولذلك يعني ما بقدر اثبتها مية بالمية لانه بشتغلها كثير كثير فخليني افرجيكو هذا المايك اللي استخدمنا اه اخواني الكرام المايك الاستجابة فيه او اللي راح يكون مؤثر على الهاتف اه الجزء البسيط هذا الاخير والجزء اللي فوقه الجزء الاخير والجزء اللي فوقه فقط هم المؤثرات على تردد الصوت وعلى التطبيقات في الهاتف اذا الجزء الاخير والجزء الفوق وهذا هم المؤثرات الان الموجب وين الموجب الموجب اللي هو الجزء الاخير يمثل الموجب في الهاتف هذا الموجب يجب ان نضع عليه حماية بحدود من 10 الى 12 كيلو مقاومة قدرها من 10 الى 12 كيلو يجب بضعه هنا طيب كيف بنا نضعه هنا بنشوف السلك اللي بلامس هون اللي موجود هون وبنحط عليه العشرة كيلو او من 10 الى 12 كيلو حكينا وانا افضل حقيقة 12 كيلو خلينا نثبت على 12 كيلو بنحطها على هذا السلك كيف بدنا نعرف السلك طبعا عن طريق بشكل بسيط عن طريق الابو ميتر بنعرف السلك الواصل طبعا ما عندي 10 كيلو انا وصلت مجموعة من المقاومات عشان احصل على 12 كيلو اتطلع هون مقاومة هي قيمتها هي قيمتها على الابو ميتر يعني 12 كيلو وشوي يعني قريب من 13 كيلو بس اعملناها حطيتها على الموجب كيف عرفت انه هذا الموجب انا عن طريق سلاك اي سماعة سماعة بتقص جزء من السماعة المايكل اللي بدخل فيه الهاتف وبنتشوف السلاك السلاك اللي مؤثرة على الاجزاء زي ما ذكرنا طبعا خليني اشوف انا الموجب حكين الموجب هنا اخر جزء اذا هذا الاحمر انا حاطه احمر اللي هو الجزء الاخير من الجاك بتاع الهاتف هو الموجب نميزه وهذا الجزء السالب اللي فوقه اللي فوقه اذا عرفنا الموجب والسالب الموجب بنحط عليه المقاومة الموجب بنحط عليه المقاومة 12 كيلو ونص عندي انا 12 كيلو ومن ثم ندخلها على موجب اه الدائرة اللي رايح السماعة موجب الدائرة اللي رايح السماعة بنوصل اه المقاومة فيها والسالب عادي مباشرة على سالب الدائرة اخواني الكرام اليوم معنا بس فيديو توضيحي للفيديو السابق وكيف احنا نربط الاسلاك الموجب والسالب بالجاكتاع الخاص بالهاتف اخواني الكرام يعني الدائرة قدامك وجاهزة يعني شايفينها يعني الصورة تعبر عن المضمون يعني اه ان شاء الله نكون الصورة واضحة اه قدامكو اه اه المايك بيربط يربط اه اه بموجب الدائرة والجيل اللي هو الجراوند السالب يربط بسالب اه الدائرة اه خلينا نشوف شرح بسيط عن الدوائر اللي يربط فيها هذا الجاك وانتو شفتوا طبعا اه تأثيره او تأثير الهاتف بشكل عام بالدائرة شايفين هاي الدائرة اه احنا شغلناها سابقا اه طبعا هاي الدائرة مع اي سي خمسة 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 اه هاي الدائرة هكذا ربطها المقاومة الموجودة عندنا هون بمتصف الشاشة هي مقاومة عشرة كيلو اوم يتم ربطها مع اه الموجب اه تاع الموجب الخاص بالجك الهاتف وتربط بموجب الدائرة والسالب واضح وين اه ربطه الترانزيستور طبعا التذكير المستعمل هون بهاي الدائرة هوا بي سي خمسمية وسبعة واربعين ممكن تستعملوا اه اه ثنين 8390 واربعة ممكن تستعملوا اه ترانزيستور اه بي سي خمسمية وثمانية واربعين ممكن تستعملوا اه ثنين اه آه خمسة технологية واحن وممكن تستعملوا وهذا متوفر بالأجهزة المستعملة بشكل كبير اللي هو ترانزوستور C18-15 يعني حقيقة هذي الترانزوستورات كلها مجربة فيه كمان عننا ترانزوستور 2N كلها ترانزوستورات مجربة طبعا قيمة المكثف القط بهذا 200 اللي قدامكم 220 مايكرو 16 فولت ممكن تستعملوا 25 فولت قيمة أعلى وممكن كمان تستعملوا 470 مايكرو فراد ورح يعمل أو ممكن 100 مايكرو بس تستعملوا 200 مايكرو وإن شاء الله الجهاز بيشتغل يعني الخيارات متعددة جميع المقاومات أخواني الكرام المستعملة في هذه الدائرة هي 10 كيلو أوم طبعا الموجب واضح ربطه 9 فولت هذه نقطة ربط الموجب وهنا سلك البطارية الموجب وأي نقطة بالخط من تحت الأسود وهو سالب الدائرة يربط إذن سلك سالب الدائرة أو سالب البطارية يربط بأي نقطة على الخط الأسود نشوف كمان في دائرة حلوة ممكن نربطها مع الهاتف يعني هاي الدائرة حلوة كثير كثير ما كان الربط مبين في عنا طبعا الدائرة السابقة أيضا تعمل على ملفين وهذه أماكن الملفات موجودة أمامك واضحة واضحة أماكن الملفات وأيضا يتم ربط لهذه الدائرة بالجك أو على الهاتف وبنستعمل معه نفس التطبيق السابق أخواني المقاومات الظاهرة بالصورة 329 كيلو والمقاومة هاي بوسط الشاشة 2.2 بالعشرة قيمتها 2.2 بالعشرة ميجا جميع المكثفات المستعملة العدسية هاي جميعها 104 اللي هي 100 نانو نستعمل هون 100 نانو اللي هي رقمها 104 أظن زي هيك الدائرة واضحة إن شاء الله تعالى وإلى الهاتف وبتمتع إن شاء الله تعالى بشاشة عرض لكشف المعادن هذا وكشف الذهب وبالتوفيق لنا ولكم لا تنسونا من الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والدعوة لنا بالخير بظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته